الفنان السعودي الكبير رابح صقر في مرحلة نقاها بعد مروره بأزمة صحية لكن هذا لم يمنعه من تصدر الساحة فنيا فالفنان اللي من فترة أعلن عن خضوعه لجراحتين قسطرة وحاجته لفترة نقاها ورجع بعدها وشارك مع متابعيه مروره بحالة من الاكتئاب وطلب من محبي الدعم والمساعدة وبالنسبة لألبوم المنتظر أعلن الأسبوع الماضي أن الأغانية ستنزل بالتدريج أغنية في 2-2 وأغنية في 3 مارس وهكذا اليوم 2-2 ونزلت أول أغنية من الألبوم اللي هي واجد من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم والنجم شارك مع الجمهور سبب خصوصية الأغنية فقال أنه غير التاريخ المميز مدة الأغنية 33 ثانية وأنه اليوم بالهجري 1-7 وهو يوم ميلاده ويوم زواجه كمان رابح شكر الناس على الأصداء الأولى اللي وصلت له عن الأغنية وقال أنه سعيد فيها وبالمناسبة الأغنية حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة خلال أول 12 ساعة من طرحها إحنا هنترككم مع مقطع من جديد رابح صقر وأعود وألقاكم غدا إن شاء الله في الخميس الوليس موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة